على عجل يطرق وتدخيمته ويشد أطنابها أبو عطية نازح عراقي من الموصل وصلت به رحلة نزوحه إلى مخيمات الشمال السوري بعد تهد من منزله إبان الزلزال في أرمناز غرب إدلب اليوم يقارب سبع سنوات نحن في هذه المنطقة بالشمال السوري باركين هون بالمحرر وصار الزلزال فسبحان الله الزلزال صار على الجميع وإحنا وأخوانا سوريين نفس المعاناة اليوم كل يأتنا بالخيم ووضعنا صعب عدنا عرامل وعدنا عمال العامل سابقا يسترقب الزلزال بأربعين ليرة خمسين ليرة صار الزلزال توقف العامل تشير الإحصاءات لوجود نحو خمسين عائلة عراقية هجرها الحشد المدعوم من إيران إلى سوريا رفض أبو أحمد أن تقترب عدسة الكاميرا من وجهه حين التقيناه لرصد حالة العائلات العراقية المتضررة وما رفضه إلا خوفا على أهله في العراق من أن تنتقم منهم ميليشيا الحشد حسب قوله نحن بسبب الحشد وسبب المشاكل اللي صارت الحروب ونزحنا بأطفالنا وعواهيننا بهذا المكان وصار فترة صار الزلزال فنزحنا الساعة لها الخيام كيف وضعكم هون؟ كيف وضع العوائل العراقية بالعموم بهذا؟ وضعنا تعرف أنت تعرف النازح الشعب السوري نطونا عيونهم يعني قدمونا خدمة أكثر اللي يقدرون عليه بس معاناتهم مثلنا أو أكثر بس نحن نعاني من الوضع يعني حيل نعاني منه عشرات العراقيين حطت بهم الأقدار هنا لتزداد معاناتهم رفقة آلاف السوريين الذين يعيشون حياة مأسوية في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة ناهيك عن انتشار البطالة وندرة فرص العمل أنظمة وميليشيات كنسخ كربون تتشابه في القتل والتهجير اجتمعت على الشعبين السوري والعراقية أسهمت في زيادة مأساتهم بل كانت السبب الرئيس لوجودهم في هذه الخيام مصطفى الخلف لقناة الرافدين ريفو إدلب